ماذا الحمل الثقيل؟ أنا ذكرت أنه حمل الخطيئة طبعاً الخطيئة أصعب وأقصى حمل بس بالنسبة للناس اللي كان الرب يسوع المسيحي بيحكي معهم هو حمل الشريعة يعني المطالب والتقاليد اللي أضافوا واللي غالوا فيها يعني مثلاً السبت تعملوا لك أكثر من 500 قانون شو ممكن تضوي أكم متر بتمشي المرأة كم جدون بتعمل بشعرها إلى آخره يعني كل هذه القوانين اللي أصبحت عبئ أصبحت حمل على كاهل الناس رجال الدين طبعاً اللي حطوا هذه الأعباء هذا الموضوع سبب الظلم عدا أنه هن تحت نير الرومان صاروا كمان تحت نير الدين لما الدين المفروض بيقود للراحة والسلام وبيعطينا الحرية الداخلية هيكاً نتمتع نتلزز بأله الدين صار مصدر حمل يعني زي تذكرت إشعياء النبي لما كان بيقارن الله بآلهة الأمم بالتحديد آلهة البابليين في إشعية 46 بيتكلم عن هذه الآلهة اللي هي التشيف يعني رؤساء الآلهة مثل بيل ونبو وهي الآلهة حطينها على الحمير وحتى ينقلوها من مكان إلى ماكن لأنه عبادة أوثان أصنام منحوتة إما من الخشب أو من فضة أو ذهب بقول الحمير نفسها صارت تشتكي من العبئ من الحمل الآلهة اللي تحط على ظهر الأحمار بس الراب بالمقارنة بقول أنا حملتكم هو حملنا على أجنحة وحملنا أحبائي على الأذرع الأبدية فالله حملنا وإلى الشيخوخة أنا هو أنا حملتكم فإذن المقارنة أنه رجال الدين من خلال الدين بتشوفوها في الشرق الأوسط أنا عشت بفلسطين وعشت في يعني شفت بالدول العربية عندنا الدين بيخلي الناس بلدين فعلا ومن كتر الدين بتخلي الناس تسب الدين وتكفر بالدين الدين أحبائي يخلي علاقة وشركة ومحبة بينك وبين الخالق لما الدين عم بتحط علي فرائد ورا فرائد شرائع ورا شرائع كأنه الله ماسك الصوت وإذا أنت شوي انحرفت عن نازل فيك جلد وخبط وضرب مش هذا هو الدين اللي بيحكي عنه يسوع المسيح قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم لأن نيري هيا ترجمة نانسي قنقر